السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تبعيني القناة ومتابعيني قناة الاخر الخلاصة معكم محمد بنور الدين. خلنا نتكلم عن نتائج مباريات اليوم بالنسبة لزهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالة الافرقية عشرين 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 وواحد وعشرين. اليوم بازن الله تعالى الاحد ستاشر خمسة الفين وواحد وعشرين كانت الاربع مباريات في ربع نهائي في الزهاب ربع نهائي الكونفيدرالة الافرقية. هنتكلم عن نتائج المباريات ونتعرف على مواعيد المباريات طبعا العودة بالنسبة لكاس لكم في ذرير الفريقية في ربع النهائي ونشوف ترتيب الهدفين بإذن الله تعالى والفرق المتأهلة أو يعني توقعاتنا للفرق اللي هتتأهل بإذن الله تعالى يعني بعد نتائج المباريات اليوم في الزهاب مين اللي ممكن يتأهل وتوقعاتنا مين اللي هتأهل عمتا لنصف النهائي بإذن الله تعالى خلالنا نتعرف على نتائج المباريات أولا اول مرة الزرر في قناة انزل اشترك لقناة بداخل الزر الاحمر اسفح الفيديو مكتبه على الاشتراك وسبسكرايب وعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس لاصل لك كل جديد باستمرار بازن اللي تعال اليوم الاحد 165 2021 اورلاندو بيراتيس اورلاندو بيراتيس تعادل امام الرجاء الرياضي البيضاء والمغريبي واحد واحد على ملعب اورلاندو احرز دف اورلاندو بيراتيس ماليي بولي في ديئة 39 هدف الرجاء اجي عن طريق بين ملانغو في ديئة 60 التعادل في ارض الخصم واحرز دف ارض الخصم دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للرجاء الرياضي البيضاء المغربي كوتون او الكوتن الكاميروني فاز على جراف السنغالي واحد صفر واحرز الهدف ارينة في ديئة 89 النادي سفاقس التونسي خسر على ملعبه امام شعيبة القبائل الجزائري واحد صفر لشعيبة القبائل مباركة قوية جدا ده درب الجزائر الفراش شوات ضعت في ديئة الاول من اقتدر الضعف شوت الاول واللاعب رضا بين صياح لدرب الجزائر لشعيبة القبائل احرز دف في ديئة واحد وستين وشعيبة القبائل عامل موسم كويس جدا السنة دي بالصراحة سواء في الدور الجزائري او في الكونفدرال الافريقية برامدز فاز على انيمبا النيجيري اربعة واحد برامدز المصري فاز على انيمبا النيجيري اربعة واحد احرز دف برامدز رمضان صبح في ديئة خمستاشر عبدالله السعيد في ديئة تسعة واربعين ابراهيم عادل في ديئة تمانية وخمسين وابراهيم عادل في ديئة سبعة وستين هدف انيمبا جاء عن طريق مباومة في ديئة الاولى في المباراة متمعي الكرام كده برامدز اربعة واحد محتاج انيمبا انه هو يكسب تلاتة صفر على ارضه تلاتة صفر خليت اهل طبعا لانه احرز هدف ارض الخصم فبالتالي هدف اربعة اربعة وهدف في ارض الخصم ده المصلحته والنادس السفاقسي محتاج انه هو يعني لازم يجيب اتنين صفر على ملعب شعوبة القبائل في الجزائر وكوتون الكاميروني ام جراف جراف محتاج انه اتنين صفر ايضا وورلاندو بيراتس والرجاء الرياضي الرجاء لو تعادل سلبان على ملعبه هيقدر يفوز خلاص ولو جاب واحد صفر يبقى كده حسم اللقاء يعني باذن الله تعالى طيب مواعيد مباراة العودة هكون يوم الاحد تلاتة وعشرين خمسة عالفين وواحد وعشرين باذن الله تعالى انيمبا هيلعب امام بيرامدز ساعة تلاتة عصر امام مسام بتوقيت مصر شايفة القبائل هيلعب امام النادس سفاقسي ساعة ستة مسام بتوقيت مصر وخمسة مسام بتوقيت الجزائر وخمسة مسام بتوقيت تونس الرجاء الرياضي هيلعب ام امورلاندو بيراتس ستة مسام بتوقيت مصر والساعة خمسة مسام بتوقيت المغرب وجراف هيلعب امام كوتون الساعة ستة مسام بتوقيت مصر بالنسبة لقنوات الناقلة المباراتين اللي يكونوا المباراة دي هتوزاها على قناة بينسبورس اتش دي فور اربعة يعني التلات مبارات اللي في نفس التوقيت واحدة منهم ممكن تزايع على قناة بين سبورتس اتش دي ستة مبارات الرجاء هتزايع على قناة بين سبورتس اتش دي اربعة او العكس واحدة اربعة والتانية ستة جرف امام كوتون دي مش عارف بصراحة تزايع على كام وممكن بين سبورتس اتش دي عشرة او تسعة حاجة زي كده يعني متابعين الكرام توقعاتي للعودة بازن الله تعالى ان شاء الله بيرامدز هيقدر يعني على الاقل يتعادل او حتى لو خسر واحد او اتنين كمان ام ام انبا ولو احرز هذا في ارض الخصم ده حق ويسى جدا اعتقد بيرامدز هيقدر يتأهل باذن الله تعالى لدور نصف النهائي سواء بالتعادل في العودة او الهزيمة بواحد او اتنين استفاقسي وشاوبة القبائل لا اعتقد ان شاوبة القبائل هو اللي هيقدر يكمل معانا وشاوبة القبائل هيقدر يفوز على ملعبه او حتى لو تعادل يعني في اسوأ الظروف انه تعادل سلبيا او تعادل واحد واحد هيقدر يوش رابط القبائل هو المتأهل لنصف النهائي اعتقد يعني كتن الكاميروني الكتن الكاميروني فريق يعني قوي بالنسبة لجراف اعتقد الكتن الكاميروني هو اللي هيتأهل يعني ودي توقعات مش اكتر اما الرجاء امام اورلاندو برتس اللي هيتأهل بازن الله تعالى لان الرجاء قوي في هزا الموسم يعني حسم مجموعته اصلا بالعلمة الكاملة فاس في ستمبوريات في دور المجموعات. اعتقد ان الرجاء هو اللي هيبها يفوز. يعني لو تعادل سلبين. لا ما اعتقدش ان يتعادل سلبين. وممكن يفوز واحد او اتنين كمان بازن الله يتعال اتنين صفر على اورلاندو على ملعب الرجاء. يبقى الرجاء والكتن الكاميروني وشاربة القبائل الجزائري وبيرامدز هما دول توقعاتي في نصف النهاية بازن الله يتعالى. ننتعرف على ترتيب الهدفين. متبعين الكرام متصدر الهدفين لاعب اجودا لاعب ريفرز يونيتد. طبعا الترتيب الهدفين بالنسبة هنا يعني بما من دور الاثنين وتنتين او قبل كده كمان. اجودا لاعب ريفرز يونيتد بخمسة اهداف فتساوا معه. راينا لاعب كوتن الكوتن الكاميرون بخمس اهداف ايضا. المركز ثاني ايمانويل مايوكا لاعب نابس ستارز باربع اهداف. وبويسي لاعب ساليتاس. واساي لاعب ناموانجو. مركز الثالث اهداف عبدالله السعيد لعب برامدز. وبين ميلانغو لعب الرجاء. ومحسن ياجور لعب نهضب بركان. وسوفير رحيمي لعب الرجاء الرياضي. وعلي محمد لعب الاتحاد. واوجستن اولا دابو. لعب انيم بن ناجيري. وعمران صالح لعب الاتحاد. حمز الاحمر لعب نجم الساحلي. وابراهيم عادل لعب برامدز. ورادة بن سياح لعشيابة القبائل. وسليمان كوليبال اللعب من نجم الساحلي. وصيف الدين الجزيرة اللعب من مقول العرب. واه اهيبوة لعب كامابلا سيتي. واسوكو لعب نفس ستارز. ومجموعة من اللاعبين. بعد كده بهدفين برامدز. اه لعب برامدز من رمضان صبحي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اعمل لايك الفيديو. انا معكم محمد نور الدين. اراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.